يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى قليلا لما بقولي الجملة دي بس هي دي الفقرة الممتعة جدا بالنسبة للسيد المزيع وأكيد هتبقى ممتعة إن شاء الله لحضراتكم يعني عشان نضيف هو وضيف عزيز كلامه دايما كلام رائع ومميز وكلام موزون وعائل وما فيهوش مشاكل وما فيهوش أزمات وفي نفس الوقت بنطلع كلنا مستفيدين من القاعدة معاه وأكيد مستمتعين الكابتن الكبير كابتن عمر الدسوء نجم النادي المصر البورسعيدي ومنتخب مصر الأسبق دي في هذه الفقرة يا كابتن عمر واحشني جدا حبيبي يا كريم وأنا دايما أنت عارف الفقرات دي بيبقى سعيد جدا وأنا معك لأن أنت من الشخصيات المحترمة جدا العزيز على قلبي جدا جدا يا ربي خليها كابتن عمر مورك كويسة الحمد لله وسكر الله كله مبسوط بالكرة آه يعني فمبسوط اللي بيحصل في الانتقالات وصراع الأندية في خطف الصفقات ده بصراحة عجبني جدا وعايز أقول أن السنة دي يعني فيه رزانة شوية من الاندي أيوة يعني دون أنت قلتها الخطف قد تبدو وكأنها فيه أزمات لا لا بس لا هي شطارة شطارة آه شطارة في خطف الأزمان آه لا محددين البودجت بتاعهم يعني كل نادي يعني حطت سياسة معينة ماشي عليها شفت التقرير اللي تزع من شوية وفرقة حرس الحدود واستقطاب الصفقات وجميع الاندية وأنا بتابع عجبني جدا أن كل نادي بدأ يتعامل بشكل واقعي مع نفسه إزاي شكل واقعي خلي بدك إحنا بنتطور وكرة بتتطور حتى الإعلام بتاعنا بتطور صح يعني كل يعني ماشيين خطوات إيجابية لقدام عجبني جدا أن الاندية بدأت تدرس إزاي تجيب الصفقات بتاعتي إزاي تحط البودجت بتاعها خلي بالك ده شغل يعني أعتقد يعني في الاندية برة شغل المدير الرياضي مدير الرياضي دوت بيبقى بيحط سياسة كاملة مع مجلس الإدارة طبعا له حقية التنفيذ مجلس الإدارة بيعرض على مجلس الإدارة البودجت بتاع الاندية هيجيب إزاي هيحط سياسة في خطف الصفقات إزاي إزاي ده لو راح مني هقدر عوضه بشكل معين فأنا شايف إن السياسة رايحة للأمر السليم بالنسبة للاندية هو واحدة واحدة إن شاء الله نشوف التطوير في الاندية التالت جملة مهمة جدا إنه كل نادي بيحطي البودجت وبشتغل عليه ميزانية وبشتغل عليه وأنا حاسس إنه في سور الانتعالات ده مفيش لعيبة بأسعار باهزة السمن يعني أسعار معقولة مش بيقول إنها قليلة بس أسعار مفهومة بس بتلاقي الأسعار دي في لعيبة اتنين تلاتة يعني هي اللي ايه اللي هو بيدخل صراع عليه ولكن في المجمل لا يعني سوق الانتقالات يعني هادي الأندية رازينة حتى الطلب في الصفقات خلي بالك الأندية محتاجة برضو إن هي تبيع لعبتها فهي تحت الضغط ده فالنهار ده أنا لو جالي مثلا رئيس نادي عايز مثلا لعيب ساي يعني عشرة مليون وأنا حطت فيه مثلا خمستاشر مليون ممكن نوصل لتناشر مليون والدنيا تمشي لا وفيه نقطة كمان مهمة إنه بقى فيه اتفاق ضمني تحديقها بالأندية الكبيرة أهلي وزمالك أو الأندية اللي بتقدر تدفع في يوتشار بيرامدز المصري دلوقتي الأندية بتقدر تدفع إنه مش هنعلق على بعض يعني اللي هيزود مليون اثنين مليون ياخد اللاعب بس كنا احنا الأول بنعمل إيه مزاد اثنين تلاتة اربعة تلاقي العيب أنا آسف كمته مش كبيرة بقى باربعين خمسين مليون جنيه ما هو ده ده شكل الوقاعي اللي أنا بتكلم عليه الوقاعية في السوق الانتقالات ده مهم جدا النهاردة خلي بالك برضو ده إدارة إدارة تقييم اللاعب نفسها أعايز أقولك إنه إحنا بنتطور وأتمنى إن شاء الله من الأندية أنها تسلك المسلك الأساسي في تقييم اللاعب لأن ده حاجة مهمة جدا هو ميلي بيقايم اللاعب لازم أنا من وجهة نظري لازم لعيب كورة زيه هو اللي يكون لعيب سابق له تاريخ يقدر يحط فيه المبلغ اللي فعلا يتقدر بالشكل ده لأن خلي بالك أنت القيمة اللاعب لما بتبقى عندك النهاردة قعد معاك سنة واثنين فأنت محتاج أن أنت تعوض الفلوس اللي أنت دفعتها صح هل هتتعوض بص على كل المركات وبتاع الأندية هتلاقي سنين كتيرة جدا يعني عندنا مثال أنت كنت جاء بأرقام مهولة يعني العيب بأرقام مهولة هل الأرقام دي أنت بتجنيها دلوقتي لما بتيجي تبيع العيب أو اتنين لا ما أعتقدش يعني كده أنت طبق بالمناسبة مش بس على برامد أنت طبق على الأهل أنت طبق على الزمال أنت طبق على كل الأندية عادة كل الأندية في مصر بما فيهم الأهل والزمال بيطلعوا من زينيتهم في كرة القدم خسران بس إحنا عايزين نقول إيه على الأقل خالص اللي هو عمل رجة في السوق المصري إحنا ما كناش بنسمع الأرقام دي من أربع خمس سنين لكن بدأنا نسمع العشرين والتلاتين والخمسين فالأرقام دي غير حقيقية واقعيا ولكن خلاص السوق بيتعامل معها والطلب والعرض هو ده اللي كان بيتحكم في الشيء دوت ولكن أنا بقول أن الدور المصري ماشي للأفضل الأفضل إزاي أن الأندية بدأت تستوع بالدرس بدأت ما تجريش على اللعيبة بشكل سريع أو تدفع مبالغ باهزة وفي الآخر تخسرها فكل رئيس نادي دلوقتي حطت بودجت معين بيتعامل عليه وعلى فكرة ده كويس جدا وعجبني جدا سياسة الدفع بالناشئين دفع بالناشئين دي حاجة مهمة جدا كريم ويمكن اللي حطلنا ونور لنا يعني الضوء الكبير جدا على الشكل ده هو فرقة نادي الزمالك السنة اللي فاتت يعني إمكانيات ضعيفة جدا لعيبة صغيرة بدأت تطلع تظهر بشكل مهم جدا في الدوري المصري أنت كمحلل أو راجل المديرين الفنين اللي موجودين في الدوري كله كان بيستغرب أن اللعيبة دي توصلت للمستوى ده لا على فكرة الناشئ لو أنت دعمته وقدرت أن أنت تقف وراه بشكل وعملت خطة معينة عشان يوصل للهدف اللي أنت عايزه لا هيوصل بس خل بالك الزمالك هو اللي خلانا نشوف دلالة على أنه الناشئين ممكن يؤثروا عشان الناشئين أسروا فعلا مع تشكية نادي الزمالك أو أنا ياسف كمان لأنه نقول ناشئين يعني لعبة عندها 20 سنة و 20 نشيئين يعني أرسل كان بيلعب لعيب عنده 15 سنة من كم يوم بس يعني نتعامل معهم إنهم نشيئين بالعرفة بتاعنا بس في عنديها تانية لعبة نشيئين كتير عشان برضو الشيء بيش يذكر إن بيلعب شباب ويداك لأنا فاكر أبريك لك بيلعب شباب لا لا إن بي خلي بالك إن بيلوها في عنديها بتلاعب شباب كتير بس أحاول حاسي بيوم زي الزمالك عشان الزمالك أثروا بص يا كريم الزمالك استصمر في لعبته فالتارجد بتاعه هو الدوري والمنافسة على بطولة أفريقيا كذلك النادي الأهلي ما عندهش وقت لأنه هو يعني يقدر يجرب لعيب أو يعتمد على لعيب لأنه عنده حاجات تانية كبيرة جدا عنده ضغط جماهيري عنده ناس بتضغط على إن النادي الأهلي دايما يكسب الدوري النادي الأهلي دايما يكسب بطولة أفريقيا النادي الأهلي دايما يروح لبطولة العالم للأندية ففيه ضغطات على الأندية ديت ولكن لو بصيت على إنبي هتلاقي تجربة مختلفة تماما التجربة بتقول إيه بتقول أن أنت فريد إنبي مشت مع حلم تولون أكتر من 3 أو 4 سنين معدلات أعمار سويرة جدا بدأت تدخل في استثمار رياضي في الوقت الحالي استثمار رياضي اللي هو أنا كنت جايب لعيب بجنيه ببيعه بعشر هو ده اللي حصل مع إنبي دلوقتي إنبي هو أخد قرار السنة دي إنه هو يستثمر في اللعيبة دي بدليل إنه هو ماشى كابتن حلم طولان في وقت المفروض ما يبقاش موجود فيه وكابتن حلمي هو اللي باني الفرقة ديت بشكل كبير جدا في الأوقات السابقة وقدر إنه هو يستثمر ويجني فلوس بشكل مخيف على فكرة المركاتو دوت بالنسبة للإمبي هيمسك فلوس كتيرة جدا يعني جون إيبوكا من العيبة اللي باعها بأرقام كويسة وعمل تبديلات وأخد ومصطفى شالبي داخل في الأمر ومحمود جاد من العيبة اللي برضو من الأرقام الكبيرة فعايز أقولك إن فيه سياسة نادي بتستثمر 3-4 سنين وبعد كده بتدخل في الاستثمار الرياضي اللي هو إيه اللي أنا صرفت عن ناشئ فببدأ أخذ الربحية بتاعته أما الأندية الكبيرة أندية الأهل والزمالك دي بتستثمر في جماهرها بتستثمر في بطولتها اللي هو أنا بطلع ناشئ صغير عشان أقدر أوصل لأهداف بتاعة الجمهور بتاعي زائد إنه عنده قاعدة جمهرية كتيرة بيقدر يستند عليها سواء أندية الأهلي أو الزمالك أو المصري أو الاتحاد أو الأندية الجماهرية الإسماعيلي فده عنده سلاح قوي جدا الجمهور بيضغط عشان ياخد أفضل شيء في اللعيب فأنت أنا شايف السبيل بالنسبة للأندية دي هو الاعتماد على قطاعات الناشئين زائد التدعيم الصغير بالنسبة للعيبة اللي موجودة وأعتقد إنه دول بدأوا يعني النور بدأ يعني ينور بالنسبة للأندية دي على قطاعات ناشئينها لازم الاهتمام في الفترة القادمة على الشكل اللي لأن إنت لو ما هتمتش بالأمر ده أعتقد إنه هيبقى فيه صعوبة لأن إنت خلي بالك إنت يعني هو قطاع الناشئين هو الكنز الوحيد للأندية دي أما الأندية التانية ما عندهش ضغطات جماهير فأنت بتقدر يجرب بيقدر النهاردة عندهش مشكلة ما عندهش ضغط إنه هو يطلع مثلا سابع الجدول أو تامن الجدول أو ينافس على الهبوط ويبقى موجود في الدورة الممتاز ما عندهش الضغطات بتاعة الأندية الجماهرية اللي دائما بتطلبك إنه لازم تبقى في المقدمة